بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الثانوية العامة النهاردة إن شاء الله معنا أربع موضوعات باراجراف ومتوقع يجي بينهم باراجراف لهذا العام طبعا الموضوع الأول What you can do to be employable after graduation يعني ماذا يمكن فعله لتكون قابل للتوظيف بعد التخرج Freelance work طبعا اللي هو العمل الحر الموضوع الثالث The role of the Egyptian woman throughout history يعني دور السيدة المصرية أو المرأة المصرية عبر التاريخ Children's labor لعمالة الأطفال طبعا دور أربع موضوعات متوقع ممكن يجي لي منهم واحد في الامتحان بالإضافة للموضوعات اللي احنا ركزنا عليها برضو زي موضوع virus corona وزي موضوع مثلا Prevention اللي هو الوقاية وزي موضوع The development of education اللي هو تطوير التعليم طبعا الموضوعات اللي احنا تناولناها من سابق بالإضافة لموضوعات هذا اليوم ولكن طبعا البداية معنا للحديث الشريف إن الدعاء من الأعمال العظيمة التي يؤديها المسلم في العشر الأواخر من رمضان وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء بقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قال يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ويستحبل المسلم أن يكثر من الدعاء في هذه الليالي العظيمة بما أحب من الدعاء وخاصة الأدعية المأثورة والجامعة وفيما يأتي ذكر مجموعة من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيته بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي في الوضعات اللي معنا في نفس الوقت نعمل لناها ترانسليشن عشان ممكن تجيلي كتوبك سبارا جرافز أو يجيلي منها سنتنسيس في الترانسليشن فلو جينا نبص على الموضوع أو التوبك الأولاني ما يمكنك فعله لكي تكون قليلا بعد الترانسليشن ما يمكنك القيام به لتكون قابلا للتوظيف بعد التخرج طبعا على مدى السنوات القليلة الماضية It has become hard لقد أصبح من الصعب hard to find أن تجد جوجوب عملا جيدا Yeah ومع ذلك طبعا كلمتيات لما تجي في الأول معناها ومع ذلك Yes كأسلوب however بتسوي أسلوب اللي هو التناقض Yeah one can do a lot of things to be able to find a suitable job ومع ذلك يمكن للمرء أن يفعل الكثير من الأشياء لتكون أو أو ليكون قادرا على القيام بذلك First of all أولا وقبل كل شي It's a must إنها ضرورة To concentrate on our study to get a good degree لابد من التركيز على دراستنا للحصول على أفضل درجة علمية After graduation there are some useful things to do To be employed وبعد التخرج هناك بعض الأشياء useful مفيدة To do لفعلها To be employed لتكون قابلا للتوظيف One should have a good command of one or two foreign languages يجب على المرء أن يكون لديه أمر جيد كلغة أو لغتين أجنبيتين That's because most employers like to hire those who speak another language هذا لأن معظم من أو معظم أصحاب العمل أو الشركات أو الشركات التوظيف تفضل الذين يتحدثون لغة أخرى بالإضافة إلى ذلك It's recommended that we keep learning about everything new concerning our fields of study In addition In addition بالإضافة إلى ذلك It's recommended يرصي أو يرشح Recommended that we keep learning أن نستمر في التعلم من المستحسن أو من الأفضل أن نستمر في عملية التعلم about everything تعلم كل شيء New جديد Concerning متعلق بـ our fields بين المجالات أو في الصدية التي ندرسها Moreover ولاوة على ذلك It's advisable فمن المنصوح به أو من الورق To take some courses in computer programs and in communication skills فمن الواضح أو خلاصة القول أنه لا يمكن الحصول على وظيفة طبعا من المستحسن أن تأخذ بعض الدورات في الكمبيوتر ومهارات التواصل لاكتمالية communication skills To sum up يعني بإيجاز It's clear أنه من الواضح That one can't have a good job أنه لا يمكن الحصول على وظيفة جيدة These days هذه الأيام Unless إلا إذا They exert great efforts إلا إذا بزل الكثير من الجهود To be employed لتكون قابلا للتوظيف Again Over the past few years It has become hard to find a good job Yeah One can do a lot of things To be able to find a suitable job First of all It's a must to concentrate on our study To get a good degree After graduation There are some useful things to do To be employable One should have a good command Of one or two foreign languages That's because most employers like to hire Those who speak another language In addition It's recommended that we keep learning about everything new Concerning our fields of study Moreover It's advisable to take some courses in computer programs And in communication skills to sum up It's clear that one can't have a good job these days Is unless they exert great efforts To be employable طبعا دوتي البرغراف number one البرغراف number two Freelance work اللي هو العمل الحر The number of people who have switched to freelance work Has increased over the past few years لقد زاد العمل على مدى السنوات القليلة الماضية بالرغم من العمل المستقل له بالرغم من أن العمل الحر له بعض المزايا إلا أن له بعض العيوب To begin With many people May like to be freelancers For several reasons Firstly Some people are too busy to go to work every day بعد أو في البداية قد يرغب العديد من الناس في ذلك أن يكونوا مستقلين لعدة أسباب أولا بعض الناس مشغولون للغاية للذهاب للعمل في كل يوم They need to work for a few hours to get money فهم يعملون لساعات قليلة للحصول على المال So it would be suitable ولذلك فمن الأفضل أو من المناسب لهم For a mother to work from home while looking after her baby فمن الأفضل أو من المناسب للأم أن تعمل في المنزل أثناء الاعتناء بأطفالها Yes أو بطفلها Secondary ثانيا One can decide how much work to do and the number of hours they like to work ثانيا يمكن للمرأة أن يقرر مقدار العمل الذي يتعين القيام به وعدد الساعات التي يرغبون في العمل بها It's best من الأفضل however مرغم من ذلك to get their work on time to meet the deadlines من الأفضل ومع ذلك الحصول الحصول على عمل في الوقت المحدد لتلبية المواعيد النهائية One side on the other hand ومن ناحية أخرى Freelance work has some difficulties ومن ناحية أخرى فإن العمل الحر له بعض العيوب One downside أحد هذه الجوانب السيئة is that you do to get You don't get regular work أنك لا تحصل على عمل منتظم As a result وكنتيجة لذلك It's hard to get much money out of this type of work ونتيجة لذلك فإن العمل المستقلي لديه بعض العيوب من الصعب الحصول على الكثير من المال من هذا النوع من العمل In addition some freelancers complain that they have to do all the work on their own بالإضافة إلى ذلك فبعض هؤلاء الذين يعملون عملا حرا يشتقون من They have to do all the work أنهم يجب أن يقوموا بكل العمل on their own بأنفسهم which seems to be hard for them ويبدو ذلك صعبا عليهم Another disadvantage is that they may feel lonely أنهم يشعرون بالوحدة and bored والملال Working galoon بالعمل بمفردهم without working mates بدون زملاء عمل To sum up بإيجاز It's clear أنه من الواضح that freelance work can be suitable for some people أنه يبدو أن العمل الحر يكون مناسبا لبعض من الناس Yeah ومع ذلك It has some downsides فإن له جوانبا سيئة that they should be used to أنهم لا يجب أن يستخدموها أو يعتادوا عليها طبعا التبك اللي بعده The rule of the Egyptian woman throughout history دور المرأة المصرية عبر التاريخ Throughout the history of Egypt a lot of women have played outstanding rules that are remembered by everyone طوال تاريخ مصر الكثير من النساء لعبة أدوان الرائع يمكن أو يتم تذكرها من قبل الجميع أو من قبل كل الفرد One example of those wonderful women is a queen She was a ruler She was a ruler of Egypt for longer than any other woman She was a ruler لقد حاكمت مصر لمدة أطول من أي سيدة أخرى طبعا مثال على ذلك الملكة حد شبسود كانت حاكمت مصر لفترة أطول من أي مرأة أخرى During her time خلال فترة حكمها She built important buildings such as temple and public building خلال فترة حكمها قامت ببناء العديد من المعابد والبنايات الهمة موروفر وعلى وعلى ذلك She started trade with new countries and won some important wars وعلى وعلى ذلك فقد بنت التجارة مع الكثير من البلدان وفازت ببعض الحروب الهمة The second example of powerful woman is Egypt S. Colopatra She was the most famous female leader that ruled Egypt ومن الأمثلة الأخرى عن النساء الأقوية في مصر كولوبترا وهي كانت أشهر قائدة حكمة مصر She was the most famous female leader that ruled Egypt وقد كانت طموحة وذكية لدرجة أنها يمكن أن تتحدث عدة لغات ودراسة علم الفلك The last example from the modern age is She wrote books on society and culture as well as writing points فقد كتبت عن المجتمع والثقافة وكتابة القصائد She argued for women's position and rights in society وقد دافعت عن women's position يعني مكانة المرأة and rights وحقوقها في المجتمع The last topic One of the alarming problems of the current age that needs to be solved is children's labor The number of working children has increased rapidly من المشاكل المقلقة في العصر الحالي ذلك يحتاج إلى حل هو عمل الأطفال فإن عدد الأطفال أو عدد ازدياد الأطفال العاملين بسرعة I believe that the most important reason that make those young boys and girls go to work is poverty أعتقد أنهم سبب يجعل هؤلاء الأطفال الصغار والفتاة يذهبن العمل هو poverty وهو الفقر Generally وعموما Poor families الأسر الفقيرة who can't afford the cost of bringing up التي لا تتحمل عبء تنشئتهم and educating their children وتعليم أطفالهم forces them تدفعهم to leave school أن يتركوا المدارس and start to work ويبدأون العمل As a result وكنتيجة These children don't enjoy the simple right فهم لا يستمتعون بحقوقهم البسيطة of childhood فحقوقهم البسيطة للطفولة and are des-deprived وهم وحرموا of the proper education من التعليم المناسب أو الملائم لهم and basic skills والمهارات الأساسية that their peers of the same age have بمقارنة بأقرانهم peers طبعا يعني قرين بمقارنة بأقرانهم of the same age من نفس عمرهم However ومع ذلك The government should find suitable solutions ومع ذلك يجب على الحكومة أن تجد حلولا مناسبة to such problem لهذه المشكلة It must give the care to poor families فيجب أن تعطي رعاية للأسر الفقيرة and support them وتدعمهم with money بالمال and awareness الوعي awareness programs وبرامج الوعي In addition وبالإضافة إلى ذلك strict laws should be passed يجب أن تسنى القوانين الصارمة to charge parents who send their children to work ويجب أن تسنى القوانين الصارمة لشحن الآباء الذين يرسلون أطفالهم إلى العمل In brief بإيجاز أو باختصار I think that the problem of children is challenging and efforts have to be made to put an end to it يجب أن مشكلة عمالة الأطفال هي تحديا ويجب بزن الجهد لوضع حد لهذا أو لها طبعا كده وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا أتمنى أن التوبكس تستفيدوا منها كترانسليشن وفي نفس الوقت كبارا جرافز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن برضو في النهاية اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر ونيلا لكل مقصد وارزقنا القمة في درجات العلم اللهم افتح لي أبواب حكمتك وانشر علي رحمتك ومن علي بالحفظ والفهم صبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طبعا يفضل أننا كلنا نقرأ الدعاء ده كل يوم عشان طبعا بيقوي ذاكرتنا وربنا بيمدينا بالقوة لإن شاء الله نقدر نقطح من امتحانات ونفوز ونجيب أعلى الدرجات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر